الرحمن الرحيم بعد أن أخذنا الجمل الشرطي لدينا الآن موضوع وهو اللوب الدوارة والدوارات يوجد لدينا الفور ويوجد لدينا الوائل ودوائل كذلك سوف نتعرف عليهم جميعا إن شاء الله تعالى نبدأ إن شاء الله بالفور لدينا فور هنا القادة العامة تقول تبدأ من هنا يعني تحدد بداية انطلاقة الدوارة مثلا آي تساوي واحد كمان با يبدأ من واحد العد سوف يبدأ من واحد آي أصفر من عشرة مثلا أصفر من أو يساوي عشرة سوف يبدأ سوف يبدأ العد من واحد إلى الرقم عشرة وهنا مقدار الزيادة آي بلس بلس هذا معناته هذا الكلام آي بلس بلس آي تساوي آي زائد واحد تكتب بهذا الطريقة وكذلك بهذا الطريقة آي زائدا واحد أو هكذا آي بلس بلس طبعا سوف نقوم بطبعة ذلك دو كومنت دوت رايت هنا الآي عناصر الدوارة نأتي الآن إلى هنا نضغط رفريش نلاحظ أنه من الرقم واحد لحظة واحدة لكي أكبر هذا خلاص بدأنا من الرقم واحد إلى أن نصل إلى الرقم عشرة نوضح ذلك آي مثلا هكذا زائدا زوجتين وضع هذا الوسم بي آر هذا طبعا ينزل سطح سيد نأتي الآن إلى هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعى عشرة تمام حسب الشرط الذي كلمنا عنه مثلا نريد مقدار الزيادة أن تكون اثنان واحد اثنان أربعة ستة مثلا هكذا زائدا نساوي اثنان نضغط نأتي إلى هنا ريفرش واحد ثلاثة بدأ من الرقم واحد زيد واحد زايد اثنين ثلاثة ثلاثة زايد اثنين خمسة خمسة زايد اثنين سبعة سبعة زايد اثنين تسعة تمام إلى حسب الشرط الذي تنقذ مثلا ندخل الجملة الشرطية على هذا الكلام ندخل الجملة الشرطية مثلا سوف نقول إذا الاي تساوي تساوي ثلاثة ماذا يطبع لي يطبع لي يطبع لي حسب اه الرقم ثلاثة ثلاثة زي طبعا هنا 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 بداية حاصرة الف وهنا نهايتها سي ماذا تم كتابة الرقم ثلاثة امام الخمسة نأتي الى هنا اه 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 هنا طبع لنا الرقم واحد ومن ثم طبعه وأتى تحقق هل الاي تساوي تساوي ثلاثة لا وطبع الرقم واحد وانتقل وارجع الى هنا دام ما تحققش الشرط لم يدخل الى هنا رجع الى بداية الدوارة زيد اثنين اي تساوي طبعا هذا كانت في البداية واحد طبع لي واحد طبعا ومن ثم زيده باثنين اي زايد واحد اي زايد واحد اي زايد اثنان اصبحت قيمة اي ثلاثة طبعا وتحقق هل الثلاثة اصقر من يعني اصقر من العشرة نعم واصل يعني استمر في العمل الى هنا اي تساوي تساوي ثلاثة طبعا هناك الطبع الرقم ثلاثة وارجع الى الشرط هل الاي تساوي تساوي ثلاثة نعم تساوي تساوي ثلاثة طبعا لي جملة الرقم ثلاثة وبعد الرقم ثلاثة قتم النزول بسطر واحد تمام فكتب الرقم ثلاثة ومن ثم عاد وكتب لي الرقم خمسة وهذا سبب ظهور الرقم ثلاثة امام الرقم خمسة يعني تم كتابة الرقم خمسة امام الرقم ثلاثة لكنه كتبها حسب الشرط نلاحظ الان هنا يبدأ بالنزول سطر ومن ثم سي سوف يبدأ بالنزول سطر ويرجع يحقق الخلاص واحد اثنان خمسة حسب الشرط اعطاني نعيد هذه الزيادة مقدار الزيادة بواحد ريفرش واحد حسب الجملة الذي كتبنا له الان لدينا دوارة او لوب نوع اخر من انواع اللوب وهذا النوع هو وائل وما هو الفرق؟ بين الوائل والدووائل والفور الفرق بين طبعا الفور هي تحقق من الشرط قبل العملية تبدأ تتحقق من الشرط مثلا الآي قيمة تاب واحد اول عمل سوف تقوم به سوف تقول هل الآي تساوي عشاء هل الآي اسقر من الواحد نعم اذا نفذ الشرط الوائل لكن الوائل زي الفور وهناك يعني تتحقق من الشرط ومن ثم تنفذ العملية لكن الوائل تبدأ بتنفيذ العملية ومن ثم يعني تبدأ بتنفيذ العملية وترجع إلى الشرط الآن سوف نبدأ طبعا الواي آليتها تبدأ تكتب المتغير وتأطيه قيمة مثلا الام ساوي صفر هنا الام أصغر من العشرة هنا سوف نقوم بكتابة دو كومينت مينت دو كومينت دوت رايت لا اله الا الله سوف نقوم بطبعة جملة لا اله الا الله لا اله الا الله سيب طبعا قبل أن نحفظ نحدد مقدار الزيادة م زائد زائد أي م زائد واحد سيب نأتي الآن إلى هنا نضغط رفلش طبعا حالي في سطر واحد نحدد هنا طبعا بي آر سيب بابا قاتل بابا قاتل بابا قاتل تم صغرين